جداً وهو الكابتن هانا بوريدة وشفنا أبرز تصرحاته في المؤتمر الصحفي اللي كان منذ يومين دايماً بيقولك الجواب ببقى من العنوان يعني إيه الجواب ببقى من العنوان النهاردة لما شفت وقريت واسمعت تصرحات الكابتن هانا بوريدة يعني تفقلت واستبشرت بالفترة اللي جاية كابتن هانا بوريدة لما جيه في 2018 تحس إن الفترة اللي جي في 2018-2016 أنا بقيت رئيس الاتحاد المصري كلف بعض الناس وهو رفع يده من الموضوع وكان عنده ثقة في بعض الناس وشال يده من اتحاد الكرة وقال لهم اتفضلوا ديروا وانتوا ديروا للكرة المصرية لكن المرة دي الأمر مختلف وكلام الكابتن هاني أبوريدة مختلف المرة دي مختلف إن أنا عايز أقف الأول شكره لدكتور أشرف صبحي شكره لأعضاء ورئيس الاتحاد المصري لكرة الكادمة السؤال الجمال علام وقيمته ودي البداية الصح إن دايما بنقول لما ييجي مجلس ما ينفعش إن أنا أعد أن تقض المجلس اللي قبليه رغم وجود أخطاء كبيرة ووضحة للناس كلها النهاردة بداية شكر المجلس السابق خلاص دي صفحة وبنقفلها وبنشكر المجلس السابق وإحنا بصين للمستقبل عايز أروح لأبرز تصريحات الكابتن هنا بوريدة وعايز أقف عند نقطة مهمة وهو استقدام خبير أجنبي للتحكيم وقال كمان حتة التحكيم المصري حتة التحكيم المصري الفترة اللي جاي شفنا التحكيم المصري خلال السنين السابقة والأخطاء الفجة والأخطاء الوضحة سواء من حكم الساحة سواء من حامل الرأي لتنمساعدين سواء من حكام الفار ومنظومة التحكيم يعني شيء مهم جدا في كرة القدم المصرية ما قدرش إن احنا نغفلها لما يكون على ترابيس الاتحاد المصري الجديد بقياد الكابتن هنا بوريدة من أول الموضوعات هو التحكيم المصري بنقول له تحية يبقى أنت النهاردة شايف وامتابع وحاسس الأخطاء اللي موجودة السابقة وانت فعلا جاي تصلح كابتن هنا بوريدة الانتخاباتها تكون يوم عشر يوم حداشر أو اتناشر أو تلاتاشر تلات يام بعد الانتخابات أنا بقول لحضراتكم سيتم الإعلان عن خبير أجنبي لتحكيم المصري برعاية مين؟ الفيفا كمان النهاردة هيكون في حكام أجانب كمان كبار هيجوا ويحضروا ودائما هيكون في معالجة للأخطاء فده ملف مهم جدا الملف التاني هو العودة الكاملة الجماهير المصرية للملاعب مرة أخرى وده من الملفات المهمة جدا شفنا عودة الجمهور وتواجد الجمهور مهمة ازاي للأندية الجماهيرية ومهمة أيضا كمان لشكل الدوري والقيمة التسوقية للدوري شفنا قبل كده عودة الجماهير بنسبة خمسمية لكل نادي بعد كده تلات تلاف بعد كده خمس تلاف عشر تلاف أنا واحد من الناس نفسه شوف جماهير النادي الأهلي وهي مالية استاد السلام وهي مالية استاد القاهرة وكل ملاعب مصر وبرج العرب هو ده قيمة الدوري المصري لما بنتكلم عن قيمة الدوري المصري هو في عودة جماهيره مرة أخرى دوري المصري يا جماعة عندنا سلعة وعندنا قيمة كبيرة جدا لازم الناس ولازم الاتحاد المصري القادم يشتغل على الدوري المصري شوفوا في 2006 و2008 و2010 بالرغم ان احنا كان عندنا اقل عدد محترفين لكن منتخب مصر كان في اعلى قمة ليه ليه بسبب وجود الدوري المصري بسبب ان الدوري المصري افرز وقتها لعبين على اعلى مستوى وكمان مدربين جهاز الفني وقتها كان الكابتن حسن شحاته وجهازه الفني النهاردة عندنا كابتن شاوي غريب وكابتن حمد صدي والتلاتة كانوا من الدوري المصري شوف دلوقتي احنا عندنا جهاز فني بقناة الكابتن حسن حسن جهاز فني مصري كل الدعم والمسانده ليه عايزين نرجع مرة تانية لصولات وجوالات الكرة المصرية والمنتخبات والاندية والحمد لله الاندى لأهلي يعني على افضل ما يرام الامر التالت اللي اسعد واحنا بنتكلم عن منظومة التحكيم عودة الجماهير لازم نصلح من تحت لو شفته تحت دوريات النشئين والبراعم والشباب والملاعب والتحكيم والله حاجة تدحك لكن النهاردة ان الكابتن هاني والقايمة بتاعته حطين قدام عيونهم وعلى الترابيزة بتاعتهم حتة مسابقات النشئين احنا نرتقي بيها ازاي يكون عندنا مسابقات للنشئين والشباب بطولات الجمهورية بطولات قوية تفرز مواهب فاعلة الكرة المصرية ازاي نقضي على الاستثمار الاستثمار الاندية الاستثمارية اللي بتيجي تشتري بتشتري اندية او تشتري قطاع واللي يدفع هو اللي يلعب ما هذه المشاكل التسنين ظهرت التسنين اللي احنا بنتكلم فيها وبنعني فيها كابتن هاني تكلم فيها فإذا النهاردة اذا النهاردة لما يكون رئيس الاتحاد القادم كابتن هاني بريدة شايف كل المواضيع دي بنقول له تحية لكن خلي بالك الناس ما بتنساش الناس ما بتنساش والناس هيكون فيه محاسبة ايضا يا كابتن هاني خلي بالك دي مش شعارات للانتخابات كمان حاجة تانية عقوبات لجنة الانضباط عقوبات لجنة الانضباط هي طبعا شفنا العقوبات اللي لسه في الدرج ما طلعتش لكن بيقول بعد كده كل العقوبات اللي هتعلن سواء في الدول او في البطولات المحلية هتعلن الجميع وهيكون فيه شفافية وحمل المجلس السابق كل العقوبات التي لم يتم الاعلان عنها قال لهم طب فين المجلس السابق تكن لازم يكون او يتم الاعلان عنها ودي مسؤولية المجلس السابق لكن احنا بنتكلم في المستقبل كل العقوبات اللي هيتم اصدارها من لجنة العقوبات هيتم الاعلان عنها لكل اندية وعندنا الشفافية علشان كده بقول لكابتن هاني تحدي اللي انت فيه تحدي كبير جدا تحدي لكرة المصرية شوف فوزي لاجع في المغرب عمل ايه ارتقب الكرة المغربية ارتقب الدور المغرب المغربي شوف النهاردة المنتخبات انتخبات الناشئين والشباب والاولمبي بالنسبة للمتخب المغربي شوف الشكل شوف الروعة شوف الجمال شوف المنتخب الاول شوف الاندية المغربية هو ده التحدي الكبير يا كابتن هاني اللي احنا كلنا ان شاء الله مستنينوا من حضرتك وكلنا عندنا ثقة فيك وفي قيمة كابتن هانا بريد نروح لفتاة